جهود دقوبة تقوم بها الدولة لتوطين الصناعات الوطنية باعتبارها جزءاً كبيراً من رؤية مصر عشرين ثلاثين أنشأت الدولة العديد من المصانع لإنتاج قطع الغيار والآلات مثل مركز التصنيع الرقمي لمعدات تنقية المياه بحلوان في سبيل النهود بالصناعة الوطنية ضمن رؤية مصر الفين وثلاثين تأتي استراتيجية مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع لتوطين وتطوير قطاع الصناعة الثقيلة والمتطورة مصنع المحركات تم إنشاءه عام 1960 بهدف تصنيع المحركات A200 وA300 للطيارة 200 فالمصنع عريق في صناعة المحركات عندنا أكثر من 16 خط معتمد من المنتج الأصلي بنعمر معظم محركات الطيارات القوات الجوية وفي خطوة جديدة لتطوير الصناعة المحلية تم افتتاح مركز التصنيع الرقمي وما يتم إنتاجه في مجال تقنية المياه ومحطات المياه والعمل على توطين وتعمق التصنيع المحلي لمعدات طلمبات المياه لاستخدامها في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة عملية تصنيعية تم تسلسل تدريجي من بداية دخول المنتج المركز في كسم الكات كام بيخش الأول بيخش الرسمة ودزاين بينزلوا الرسمة والبربرنامج بينزل دايلكت على المكان باستخدام IOT connection على طول دولة دخلوا العنصر والبشر المصنع يعمل على إنتاج الفرامل ومعدات للسكة الحديدة وقطع غيار المصانع والشركات القبرى للمساهمة في عمل المصانع ودعم الاقتصاد القومية احنا هنا الوحاديين تقريبا في الشرق الأوسط اللي بنصنع جميع ايتيم أو طرازات الفرامل للسكة الحديدة سواء طرازات عربات ركاب احنا عندنا عربات في السكة الحديدة بتنقسم لكذا نوع من عربيات الركاب وعربيات الركاب دي طبعا مجتملة بقى من مكيف وفي اي بي ونوم وفيه وخلافه المصنع يمتلك خطوط عمرة لمحركات مختلفة معتمدة من كبرى الشركات العالمية بتعمير محركات كل الطائرات من طرازات عاملة في العالم عندنا حتى الآن 16 خط من خطوط العمرة والإصلاح بنبدأ نعملهم ما بين جميع الطرازات مروحي، مجبسي، هيلوكيبتر، نفاس كل جميع الطرازات اللي احنا بنقوم بيها بنقوم بالعمرة بالكامل دون اللجوء للخارج توطين محطات تحلية المياه والصرف باستخدام تكنولوجيا التحالب من المهام الرئيسية بالمصنع بالتعاون مع شركة أوروبية عاملة في صناعة طرمباط مع زيادة العمر الافتراضي لها عندنا نوعات كثيرة جدا من المحطات، نوعات كثيرة جدا من المعالجة عندنا مية شرب، عندنا صرف صحي، عندنا صرف صناعي، عندنا تحلية، عندنا ميال أبار طبعاً نوعات المجالات دي كلها بتحتاج طرمباط نحنا بننتجها، نحنا طرمباط طبعاً نستوردها من الخارج فالمركز هنا عندنا بيساعدنا أن نحنا بدل ما نستورد من الخارج لا احنا عندنا موجود سنوعة محلية موجودة هنا في مصر يهدف المصنع من إصلاح المحركات ومرحقتها باستغلال طاقة الإنتاجية وقدرات التكنولوجية وفق لمعايير الاعتماد والجودة الدولية لخدمة المشروعات القومية والتنموية المصنع هنا كان من بقورة السبق في الحصول على الشهادات الدولية في هذا المجال كان في حصول على شهادة إدارة الجودة الشاملة شهادة الآيزو 9001 وإدارة البيئة الخاصة بشهادة الآيزو 14001 شهادة الإمان والسلامة آيزو 45001 برضو هنا الكور بيزنس الرئيسي بتاع المصنع هو تقديم خدمة مركز صيانة معتمدة لتنفيذ عمرات وصيانة إصلاح لكافة أو أغلب محركات قوات الجوية مصنع المحركات بحلوان يشكل خطة مستمرة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الوردات واستغلال قدرات الهيئة بزيادة فرص الاستثمار بالشراكة مع كبرى الشركات والخبرات العالمية